أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين وبرنامج خاص عنوان البرنامج مفردات لا تليق في اللوح المحفوظ نتحدث في هذا الموضوع ونستعرض بعض المفردات التي وجدت وجدها كاتب القرآن ونسبها إلى الله لكن حقيقة الأمر هذه المفردات الله أعلى وأسمى من أن يتحدث بهذه المفردات الغير لائقة عزائي المشاهدين معنا في الستوديو الأخ المبارك الأخ محب نستضيفه ونريد أن اليوم أن الرب ينطينا بركة ونصلي من أجل أن الرب ينطينا بركة في هذا اليوم وبوجود الأخ محب أحب أن أذكر أن الخطوط من البداية مفتوحة حتى تكون الاتصال بنا عبر الخطوط الموجودة من البداية حتى تسألون الأخ نستغل وجود الأخ محب حتى نكمل ما يتحدث به وما سوف يتطرق إليه الأخ محب أهلا وسهلا أخ محب ربي باركك أهلا بك وأهلا بسادة المشاهدين في كل مكان مرة أخرى أحبائي لكم مني جميعا أجمل تحية من ربي باركك عزيزي أشكرك اليوم اتطرقنا طبعا في برنامج سابق برنامجي برنامج تساءلات اليوم برنامج خاص خذنا عنوان لهذا البرنامج وهو مفردات لا تليق بأن كاتبها كتبت في اللوحة المحبوب اليوم احنا تحدثنا في البرنامج السابق بس نحن اليوم ننسى موضوع البرنامج السابق نتحدث اليوم عن هذا البرنامج وعن المفردات التي يعني هل السؤال هو أول سؤال رح أسألك يا أخ محب يعني بما أن اللغة العربية يعني العرب يفتخرون أنه لغتهم العربية قوية ولها مفردات لماذا استخدمت هذه المفردات مثلا بغية يعني كلمات يعني لا تليق يعني كان ممكن أنه يستخدم غير مفردات أخرى لماذا استخدمت هذه المفردات هو زي ما أنا ذكرت في الحلقة بتاعتنا السابقة في موضوع الحلقة التي كانت ساعتها التساؤلات نعم هي نفسها قالت يعني يعني هي مريم في سورة مريم هي نفسها قالت عبارة كالتكفي بتقول الملك اللي بيكلمها بتقوله أنه أن يكون لي غلام ولا ممسسني بشر خلاص كفاية كده لكن هي لازمت أنه يعني مش بس يعني كلام لا يليق بكونه كلام مكتوب في القرآن لكن كمان لا يليق بكونه كلام بيتحط على لسان مش عارف يعني هما المسلمين بيقدموها ويعظموها ويكبروها وأطهر أطهر النساء وعادين القرآن بيطهرها ويصطفيها ويطهرها يعني واحدة طاهرة ومصطفى وطاهرة ويعني بهذا الكلام الرائع اللي خلفاء على فكرة بمناسبة الكلام الرائع ده أنت تعرف إبليس بيعمل إيه؟ بييجي كده في إناء زي ده نعم يحط فيه عسل نعم بس يحط لك نقطة سم نعم في العسل هو عشان هو مش هدف أن كده تكبر وتنمو مش هدف أن كده تنال الخلاص مش هدف أن كده تعرف من هو المسيح مش هدف أن كده تتعرف من خلال المسيح على الرب مش هدف أنك تتصالح مع الله من خلال عمل المسيح هو هدف يبعدك عن المسيح نعم فعشان كده هو يحط السم في العسل فهو بيقول لك كلام كويس عن العزراء القديسة ماريو ويصفها لك وصف ويمكن ده اللي يخلى الجماعة بتقول حبشة الله أعلم مدى صحة القصة نعم الملك الحبشي نجاشي وقاعد كده وبعدين جمع اليهود بيحاولوا يعني يضربوا أسفين في المسلمين يحاول يعني يقولوا عليهم كلام مش كويسين الجماعة المهاجرين اللي زي نهاردة موجودين في أوروبا نعم المهاجرين المسلمين اللي تلعوا من 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 سوريا الهجرة الثانية العراق نعم ما دي كمان نفس الفكرة الهجرة بس دي الدوكا كانت هجرة كانت برضو من غير صحبة النبي كانت هجرة تسبق هجرة النبي نفسه نعم فراحوا هناك اليهود حبوا بقى يعني يوقفوا الهجرة دي أو يعني يضعوا لها حدك حسب برواية الرواية لنا سمعتها لما كنت في يوم الأيام مربوط بالحبال من الإخوان من الجماعات الإسلامية في مصر أنا لا أنسى هذه الفترة لما في فترة فترات في حبيب بن عمري مساكنا كمجموع مسحيين كرهائن عشان الحكومة كان في الوقت دهوة أيام السادات قبل ما يتقاتل السادات بسنة كانت الحكومة زي ما بيعملوا دلوقتي مثلا بيحاول يعني يتهرب بلب من الإسلاميين الخطرين على البلد واللي بيتعاملوا بمعاملات رديئة فكانوا قبضين على مجموعة منهم وجيء واحنا وفروح راحوا جوم الإخوان المسلمين ده راح عملوا اللي هما الجماعات الإسلامية راحوا كلهم نفس الطبخة يعني كلهم واحد جوم راحوا أبضوا على مجموعة من الشباب المسحيين وأنا كنت واحد منهم وربطونا بالحبال وكنا قاعدين على السرار بتاعتنا يعني قاعدين قاعدة كلها حتى يعني لا طريق بالإنسان ولا بوضعنا كبشر وبعدين جابونا واحد يقرأ علينا سورة مريم الصورة راح نتكلم فيها نعم جابونا واحد يقرأ علينا سورة مريم وبعدين قبل ما يقرأ علينا سورة مريم دانة يعني مقدمة قالك اليهود لما هاجروا راحوا الحبشة قصد المسلمين لما هاجروا راحوا الحبشة أو المهاجرين نعم اليهود عملوا داسيسة بين المسلمين المهاجرين وبين الحبشيين فقالوا أنه بيقولوا كلام مش كويس على مريم فجاب الحبشي ده النجاشي وجاب الجماعة المسلمين أنتوا بتقولوا ايه على مريم فطبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين بدأوا زي ما عمل الشاب معنا كان قاعد على الأرض على ركبين مسك المصحف عما يقرأوا احنا متربطين بالحبال وبعدين قال لنا ايه فلما سمع نجاشي الكلام ده بكى واعتنق الإسلام هو والمجموع الكهات حواليه طب ماشي يعني أنا كان نفسي يسأله مسؤال ده بس ما سألتوش طب الملك قاعد على كرسي كده فخم زي ما عدينه داما الكاميرات كده وبيسمع القرآن الجميل والأخ قاعد في الأرض بيقرأ ماشي هل احنا واحنا مربطين بالحبال ينفع نسمع الكلام ده ونبكي لا النهاردة اللي بتوع داعش اللي بيعملوه في الحلقة اللي فاتت كنت معاك كان الاحباء بيتكلموا عن داعش اللي بيعملوه الداعيشيين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا والله يستر على بلادنا مصر هل الداعيشيين دولا لما يدخلوا يدبحوا ويقطعوا شؤر الرؤوس والكلام ده ويلعبوا بيها كرة هل ده يخلي الناس العاديين اللي قاعدين بعد كده بعد ما يقطع الرؤوس ييجوا يقعدوا كده جنب منهم يقروا القرآن ويبكي كده وتنزل الدموع من عينيه بقى هل تفتكر المسحين اللي أبوها مات والأخوها مات والوقت ماتت والأبوك واللي ساب بيته وسب زرعه وسب تجارته وخسر الدنياته وخسر كل حاجة لما يسمع القرآن الكريم ده يبكي يا شعر فانتشار الإسلام في تلك الفترة هو أتى عن طريق الترهيب والسيف وفرض قوانين جيروها إلى الله لكن الله بريء من هذه القوانين من هذه الأفكار اللي يطرحوها للناس كانوا الناس من تجي الإسلام من انتشر انتشر على أساس السيف والقوة ليس انتشر يقول القرآن يحدي والجهاد يعني الجهاد هو بالسيف اللي للسيف اللي للسيف ما انتشر حروب الردة ما هو حكوم وان كانوا حتى ارتد وان كانوا عايزين يبقوا على الإسلام عشان يحفظوا على دمهم نعم لأنهم عارفين كانوا لكل الواحد يعني ما هو القتلوا بالردة وم مسلمين كانوا يتسافك دمهم القتلوا بالردة مسلمين مزبوط فكانوا هم عايزين يعني ماشي عام يعني احنا مسلمين بس مش هتفعلوكم فلوس لا ولا حتى طرف مش عارف بعقال ولا ايه أسمح لكم انه كنت تتسبوه وكان الحرب وضاء لولا هذه الحروب ما كانش بقى في العالم النهاردة مليار وتقريبا تلتمائة ألف ولا أكتر واحد يدينين بالإسلام في منهم على الأقل مليار واحد ما يعرفوش العربي اللي احنا بنيروا هذا أبدا أبدا نقطة ثانية بس عبت يعني أوضحها أنه الإسلام عمل شيطاني حقيقة يعني أنا من خلال قراءتي أنه الفترة الزمنية من محمد إلى أن تواترت المسألة واحد عن واحد وظلوا أنه يعطون ينظفون بالصورة الأساسية فتجي مثلا أنه في بداية الإسلام كانت أكو كلمات جيدة وجميلة و انطلقت بعدين صار القرار أنه صار النظام الإسلامي نظام الحكم الإسلامي وبعدين صارت الدولة الإسلامية دولة الأموية والعباسية وانتشر الإسلام لكن هؤلاء الناس أباءهم اللي بعدهم صاروا مسلمين أباءهم جوا عن طريق القسوة والشدة والتهديد لكن البعدهم البعدهم انطوهم إسلام آخر يعني وضحوا لهم أنه هذا الإسلام ليس هو هذا إسلام إسلام الرحمة إسلام لأن بالقرآن تجد أنه تلاعب كاتب القرآن بآيات هنا وهناك على أساس أنه ينطي للإسلام كدين رحمة ودين لكن الآيات المحكمات والآيات المشابهات وهذه تأخذ وهذه تحكم بها وهذه تلغى وكأنه العملية غير منظمة ومن نسق حرفا وحكما ومن نسق حرفا وبقى حرفا ومن نسق حرفا وبقى حكما نعم فهذا المسألة نحن اليوم نحن من جاينا هنا في قناة الحقيقة وفي قناة الأرامية حقيقة نريد نبين للناس أنه مجموع ما جاء بالإسلام لو تواترت المسألة بتغييرات بتغييرات و انحرفه في مجالات أخرى هو ليس في صلب اليوم اليوم داعش ديرجعنا للأساسيات داعش ديرجعنا للأصول ديرجعنا الفترة الزمنية اللي حاولوا أنه المسلمين يلمعون الصورة اليوم داعش رجحهم للأساسيات إلى الدولة الإسلامية وحكم الله حسب عقيدتهم المحكومية الله فهذا الأمر أنه اليوم نجد داعش وردنا على سؤال بعض الأخوة المسلمين لا داعش يمثل داعش هو الممثل الشرعي والوحيد الإسلام الوحيد لأنه ما ممكن أنه ما جاء به داعش ما جاء بالإسلام لن يطبقه داعش بل طبقها وبعض الأشياء لن يطبقها بعد داعش يعني مثلاً في تسمير العيون اللي سواها محمد أيوة لحد ما سواها نس هم قطعوا قطعوا الأرجل قطعوا عن خلاف عملوا أشياء ذبحا و كب شدوا قيدوا الأيادي عملوا أشياء بس بعد التسميل ما عملوها محمد عملها يعني لسه بعد هم ما واصلين للأساسيات نعم تفضل حبيل ربنا يرحم البلاد ويرحم الشعوب من هؤلاء الذين يعني عادوا بأمجاد محمد وبيعهده المشرق بسموها صحوة الإسلام هو يعني حتى كان من غير صحوة كان تعب البشر بس يلا ما علينا فهنا بالنبس اللوح بيعمل بياخد كلمات ويحطها على لسان العدرة القديسة مريم وزي متحضرتك هو أكرمها دي الصورة الجميلة لكن حتى سم في كلامها حتى كلام لا يليق زي كلمة بغية ولم يمسني يمسسني بشر ولم أكو بغية يعني أنا مش عارف يعني لفزة يعني حتى فيه ألفاظ حضرتك لما مثلا إيه لما يكون رحمة ربي تربية نظيفة فيه ألفاظ مش بس لا تليق يقولها وكمان ما بتخترش على باله مش من مفردات اللغة بتاعتها فهذه الكلمة محمد وكتبت اللوح جعلوا منها مفردة من مفردات كلمات العذراء القديسة مريم هي دي المشكلة وبعدين مش بس خلاها خلاها على لسان العذراء القديسة مريم لأ وجالك كمان في الآية الكريمة رقم 28 وخلى الكلمة دي من مفردات أهل مريم قومها يعني من شابه أباه كما يقول المثل فما ظلم فما ظلم فيبدو أن هذه الكلمة بغية دي كانت كلمة رقيقة جدا ومؤدبة جدا ولذيذة جدا وتعمة جدا وحلوة جدا كده ومذقها على الأزنس الجميل جدا لدرجة أنها بقى جزء من لغة أهل مريم ومريم فهذا كلام لا يليق بالقرآن أنه يقولها على لسانها لأنه معنى كده أنه من جعبتها من إنقها بتطلق دايما الواحد إيه اللي بقولك اللي في قلبه على لسانه فلما لما مريم تقول أنا مش بغية يبقى دا جزء من الكيان جزء من التركيب مفردات اللغة زي ما قلتم شوية اللي في قلبها وبالتالي تطلعت على لسانها هذا لا يليق لكن مش بس كده الوصف دا إنها تلعت ثابت الأهلها وثابت ناسها وثابت مجتمعها وزي ما كنت بتكلف الحال الفاتت بدت تبعد من نقطة لنقطة أبعد لنقطة أبعد وبعدين فضلت تقعد على الحال دا لغاية لما جاء المخاض ولما جاء المخاض قالت كلمات لا طليق يعني أنا قبل ما هذا بس أكو موجود يعني المفسرين نحن يوم ستحدثنا عن القرآن ريد نشوف المفسرين هل اتفقوا كم وقت كان الحمل يعني هذا وقت يعني أنا دائما أقول ودائما أذكر يعني موضوع المفسرين المفسرين الإسلاميين الآيات القرآنية لن يتفق عليها المفسرين يعني حتى موضوع اللي هو الطبيعي أنه أما يكون سبع أشهر أو تسعة أشهر للولادة المفسرين حتى ولادة يسوع ولادة عيسى عفوا ولادة عيسى لن يتفقوا عليها وأنا رح يوضح الأخ محب كم يعني هل أنطانة هل هي تسع تسع أشهر 8 أشهر 7 أشهر 20 شهر 4 سنوات 8 ساعات 9 ساعات ما نعرف ممكن أخ يعني هذا الموضوع يعني أنا بحواري معك دققت على هاي النقطة وأردفتهم يعني وكشاهدين من الفهم ما هي دي اللخبطة أو ده الكلام اللي بيقنون عليه أنه هو لا يليغ أولا يعني حكاية أنه خليني بس أقول ففي الآية رقم 23 من سورة مريم فأجاعها المخاض إلى جزء النقلة قالت يا ليتني ميت هل ده كلام تقوله العذراء القديسة مريم أبدا ونحن عدنا بالكتاب المقدس نعم يعني نكتنا بنعرف في أنجيل لوقة دوقة نزبوط أنجيل لوقة شفنا كلمتها شكلها إيه هو إذا أنا أمت الرب رب نعم وبعدين بعد ما راحت وزارة الإصابات وده هنتكلم فيه برضه ممكن بعد شوية نعم نشوفها هي بتقوله تسبحة تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي فهذه هذه الممتلئة نعمة زي ما قال عنها الكتاب المقدس ما يطلعش منها الكلام ده لا يطلع منها كلمة بغية ولا يطلع من أهلها كلمة بغية ولو طلع من أهلها فمفروض ما يطلعش منها كنت موت مش كده برضه كمان ما تقولش بزبط كده يا ليتني موت يا ليتني ميت قبل هذا ده انت ده شرف لكل امرأة يهودية بتنتظر هذه اللحظة لحظة أنها تنال هذا الشرف أن تكون أم المسيح أم المسيح أم المخلص لكن لأن رسول الإسلام عايز يلغي أهم حاجة جي بيها المسيح لعالمنا ومن أجلها جي المسيح اللي هو خلصنا فحتى على لسان العزراء القديسة مريم مش بس كلمات لا طليق ولا تتفق معكون المسيح هو المخلص ولا معكون تشتهي وتتمنى أن تكون أم هذا المسيح البكر عشان كده هذا التعبير لا يليق على الإطلاق يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من سيح ياريتهم ما كانوا خلفوني ياريتني ياريتني كنت موت ولا أقولك ياريتهم ما خلفوني من أصله هذه معنى كلمة نسيا من سيح ما كانتش ليا وجود ولا كان ليا كيان من أصله هل يليق بالحضرات هل ده الإكرام ده هل هي هل هي وصلت إلى هذه الدرجة أنها ترفض ده قبلة البشرة ليه كان من أساس كان من البداية كان ممكن أقولك أصلي أصلي ليه بقى ليه قالتك لأنها كانت يعني خيفة من كلام الناس خيفة من كلام الناس تعال نشوف مني تتكلم أكو نقطة مهمة أخوة محب يعني هو هذا أنا يعني قالت مريم فقالت مريم هو ذا أنا هو ذا أنا دعنا نأخذها يعني حتى نوفقها لا في الإنجيل بالإنجيل نحن نتحدث بالإنجيل هو ذا أنا آمة الرب طبعا تعرف تذكر النبي صمائيل من تحدث معهم قال هو ها أنا دعا ها أنا دعا استعدادية ها أنا دعا الرب من تحدث الملاك من تحدث مع حنانية من قال له رح يجيك شخص اسمه شاول ها قال له ها أنا دعا يعني هنا استعداد وهنا مريم المبتوبة المباركة هم كانت على استعداد ها أنا دعا أمة الرب أمة الرب بالمعناها الروحي معناها أنه أنا مطيعة إلى الرب أنا تابعة إلى الرب فأني أخذ كل القرار من عنده وأنا أنفذ كل القرار لا أهرب ولا أقول أنا رح أموت ولا إن شاء الله أنا ما وجدت بالدنيا لا وليكن لي كقولك ليكن لي كقولك تقول الملاك أنه أنا مستعدة أنا فرحانة أنا الأمر خلص أنا اتخذت وآمنت بي لقولك قولك فمضى من عندها الملاك إذن الشغلة ها أنا ذا تلقيها عدة مرات في الكتاب المقدس عن سماعيل النبي تحدث قال ها أنا ذا من هيئة أن يكون نبي وحنانية في أعمال الرسل تسعة من الملاك تحدث مع حنانية وقال لها أنه رح يجيك شاول قال ها أنا ذا فدائما ها أنا ذا علامة استعداد وإقناع وإيمان كامل وقبول وقبول قبول بالعرض نعم فضل لكن هنا في كاتب اللوح ما يقولش ها أنا ذا وحتى لو هي كانت قعلها خرصاء ما تردش على جبريل إلا بس تقوله أنا ما كنتش بغية أنا مش فتات ليل يعني هده العارف يحط القرآن على لسان العزيز القديسة مريم وبعدين يحط على لسانها مش أنا يعني سعيدة بهذا الأمر تعظم نفس الرب بهذا الأمر لا حط على لسانها يا لتني يا ليتني ميت قبل هذا دا مش من كلام الناس لا دا لما جاءها المخاط هل ألم المخاط خليها تقولك كلمتين دول ولا الألم اللي يعني زي ما أقول المفسرين يعني هي بتفكر فيه لها هيجي في المستقبل عشان تعرفوا أحباء المشاهدين الكلام دا جي منين تعالوا بينا نشوف الأخ كريم كان قال حاجة من شوية بخصص مدة الحم وبعدين تعالوا بعد كده نخش في كلام المفسرين عن الحم مين اللي كان ليه دور في الحم الإشاعات اللي طلعها المسلمين أو السلف مش مش قالوها اليهود السلف نشوفنا في كتاب مؤدس ونشوف تاني بعد شوية أنه اليهود كانت بالنسبة لهم كانت هي عبارة عن زوجة يوسف النجار مش يوسف بن عقوب النجار لا هي كانت بمثابة زوجة يوسف والمسيح كان بالنسبة لهم بمثابة ابن يوسف لو للاحظة اليهود زي ما بيدعي المسلمين ومحمد لو للاحظة كان في ذهنه من الست دي زانية ما كانتش عاشت ويمكن أخونا الكريم قرأنا في الجزء اللي فات من الحلقة لما في إنجيل متى إيه اللي حصل في إنجيل متى والأصاح الأول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا بيبتدي بقى يرجع شوية لقبل ولدته لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجي تامعها هنا بقى الخطوبة عارفين أنت نظام يمكن المسلمين وغدين أحباء المسلمين وغدين أنتوا الفكرة دي اللي هي كتب الكتاب في فارق بين الخطوبة وكتب الكتاب الكتب الكتاب عشان واحد يسيب خطبته بيسيبها عادي لكن في كتب الكتاب عشان يسيب خطبته لازم يطلقها لكن كتب الكتاب يعني كتابة الكتاب إذا أنا غلط صححني هي عبارة عن جواز مع إقاف الفعل بالدخل عجل آيوة عشان كده الكتاب يقول إيه قبل أن يجتمع يعني هما متجوزين مكتوب كتابها بس لسه ما حصلش اكمام أو إكمال الزواج بالاجتماع فقبل ما يحصل هذا الاجتماع إيه اللي حصل يوسف زي ما جلنا المفسرين كتبونا المنابه وغيره لما قالونا لما قلت كانت في الحلقة اللي فاتت قلت أنه قالوا أنه يوسف ابن يعوب النجار شاف هو أول واحد يقول لك هو أول واحد لاحظ أن مريم حامل مع أنه قرآنيا مفهوظ ما لاحظت لأنها مكتش موجودة كانت زعبة أخذت مكانا قصية نعم لكن لأنه البي عنده معلومات معاني المسيحية وزي ما قلت زي ما قلت كده الإنجلي الشعبي اللي كان منتشر في الوقت ده في الجزيرة العربية واللي أخذ منه محمد واستقب منه أفكاره وكتب لنا هذه القصص القرآني بتاع الخاصة بالميلاد المسيحي البي كان بيعتقد أنه أول واحد شاف حاملها كان يوسف النجار وسألها شوية أسئلة اللي احنا نعلى حضراتكم في الحلقة اللي فاتت لكن هنا نريد أن أرقع للنص الأصلي لو نصر نقول لي أخ محب قبل أن تأخذ للنص الأصلي أو تتحدث عنه رح نأخذ فاصل الأخ المخرج كتبنا فاصل نأخذ فاصل ونأكد على الأخوة المشاهدين أنه نحتاج أنه تتصلون وتتحدثون معنا والعنده إضافات يضيف العنده تساؤل يسأل العنده أشياء العنده طلب الصلاة يعني عدنا طلب الصلاة يعني من الأخ أكمز من لبنان طلبة صلاة من أجل عائلتها ورحنا رح نصلي نهاية البرامج من أجل أخ نحن نأخذ فاصل أخ محب ونعود ونذكر لأخوة المشاهدين أنه ننتظر منكم مداخلاتكم والخطوط مفتوحة بعد الفاصل فاصل ونعود إليكم عزيزي المشاهد باستطاعتك مشاهدة برامج الآرامية على جهاز الآيفون والآيباد وكذلك يمكنك مشاهدة قنواتنا القناة الإنجليزية وقناة التسبيح والترنيم وقناة السورة ما عليك سوى الذهاب إلى أبستور وقم بطبع كلمة صلاتنا أن تكون هذه الخطوة في طريق خدمة الآرامية سبب بركة للكثيرين والرب يبرك حياتكم أعزائي المشاهدين عودة أخرى معكم ونواصل الحديث حول الموضوع مفردات غير لائقة وجدت في اللوح المحفوظ والأخ محب قبل ما نبدأ ناخذ البريك كان عنده موضوع بس أحب أذكركم أنه البرنامج على الهواء مباشرة اللايف فأرجو منعدكم الاتصال والمشاركة حتى تغنون البرنامج بآراءكم اقتراحاتكم طلباتكم تساؤلاتكم وخاصة أخوتنا وحبايبنا المسلمين إذا شافوا أنه الأخ محب يعني خرج عن الإطار العام يوقفون ويقولون أنت خطآن في حق الإسلام وإحنا ندعوكم ندعوكم ونتوسل حتى نأخذ ونعطي عسى أنه الرب ونحن نؤمن أنه الرب سيتكلم معك عندما تكتشف حقيقة إيمانك وحقيقة عقيدتك إحنا نؤمن وهذه رسالتنا أنه المسيح هو الذي يعصب ويجرح ويعصب ويدعوي آمين أنا منتظار اتصالاتكم وأخ محب كنت قبل الفاصل عندك موضوع بديت تتحدث به كنت أتكلم عن يوسف نعم يوسف النجار اللي هو ليه اليهود قبله كنا بنتكلم في النقطة دي ليه اليهود قبله أن المسيح يكون ابن يوسف النجار ليه قالوا عليه التعبير ده نعم وليه ما قالوش أنه أمه زانية زي ما بيحاول الكاتب اللوح والمفسرين للوح يقولوا لنا أن ده كان المجتمع بيكلم على ماريا منها زانية ويجي القرآن عشان يبرقها نعم فنرجع لناس الكتاب بيقولي بقى فيوسف رجلها لأننا قلنا أنها كانت زي مكتوب عليها الكتاب زي النظام الموجود في الإسلام برضو النهاردة يوسف رجلها اللي هو اللي كان خطبها أو كانت كان كاتب الكتاب عليها لما لقاها لما شافها أنها فيها حمل لقاها حامل كانت النتيجة أنه لم يشأن يشهرها مرضيش يعمل مشاكل ويعمل هيسة وقالك وزي ما جاء في الإسلام يحاورها ويشكك بيها ويقول لا ده كان واحد قريبها ده يوسف ابن يوسف اسمكه ده يوسف ابن عقوب بتاع المفسرين ده واحد قريبها لاحظ عليها الحمل لكن هنا ده يوسف الحقيقي بقى شفتوا القصة ارجعوا من فضلكم للكتب المقدسة بتاعتنا ارجعوا للأناجيل عشان تعرفوا حقيقة الأمور اللي بيحاول إخوتكم ومشرحكم وفي سلفيكم إن هم يقولوها عشان يعني يبرروا بيها الأفكار اللي هي دخلوها بزهنكم من زمن ولا وراح هذه الأفكار من اختراع كتبها من اختراع سلفيينها من اختراع اللي نسبوها لمحمد إذا كان هو اللي قالها لكن النص الكتابي بيقولي بقى فيوسف رجلها اللي هو كان خطيب مريم لما شفها حبلة أرد تخلياتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذ ملاك الرب قد زر الله في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل بها فيها هو من الروح القدس فستلت ابنا وتدعو اسمه يسوع وده اللي كلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت لأنه يخلص شعبه من خطيام عشان كده ما طلقهاش عشان كده ما فصلش عنها عشان كده ما سبهاش وفضل زي ما يقولي كتاب كل ده كان يتم كل ده عشان يتم كلام الأنبياء ولم يعرفها يوسف حتى ولدت ابنها البكر آمين عدنا اتصال من خارج أمريكا من اتصال من الخارج ما نعرف منها بنت الحق تفضلي أختي أنت على الهواء أهلا وسهلا أختي بنت الحق يا أهلا بيكم يا ربي بارك حياتكم ويبارك الخدمة تعليقا على موضوع على كلمة البغية اللاغذي يعني اللي هو قاله في القرآن طبعا بداية هما كل القصص أخذونا وبيحقوها كأنها قصص مصطبة يعني كل القصص الكتاب المقدس الثورات والإنجيل حكاوي بنفس النهج وبنفس منهج محمد وإلهه طبعا هو بيداني هو ده من إلهه يعني فنفس النهج إنه هو مجرد يوجه كل المسلمين إنهم يعني يفكروا في نميمة وخلاص يعني واحدة بقى ومعرفش يفتكروها بغية فقالت كذا والألفاظ اللي هي السائدة في مجتمعهم وحتى كل الثقافة بتاعتهم أبار عن الكلام ده فيه آية في القرآن اللي هي بتحلل لبناتهم البغاء السورة يعني الألفاظ بس هي دي ألفاظ القرآن اللي هي في سلط النور 33 لما بيقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا وأن أكرهتموهن فإن الله من بعد إكرههن غافون رحيم يعني ثقافة عاديهم تصريح مفتوح على ممارسة هذا الفعل المسلم يعني فهيتكلم إزاي عن قصة الكتاب المقادس هيتكلم عليها إزاي غير بنفس المستوى ونفس النهج اللي هو عايز يعلمه للمسلمين القرآن والإسلام مجاش بأي شيء جديد ده بالعكس شوه كل كلام الله وأباح كل ما حرمه الله وفي النهاية أضاف أضاف بقى بعض الحاجات اللي هو بيعملها قطة هو بقى الشخصية إذا كان بط على مراد ابنه إذا كان الدو صفرة ضيارة إذا كان مشعار فخر معينين مين حرق مين أتر مين فكل الكلام اللي باقي هو اللي بيعملوه الإسلام وداعش والرغاء اللي حصل بإسم إله الإسلام إنما قصة الكتاب المقدس هي الأساسيات اللي هو سارئ منها المواضيع اللي تابدوا إنها كويسة شوية في القرآن وكتب التفسير وكده لكن الباقي كله التحريش الباقي كلها يعني الحقيقة مشينة جدا فهو دينه عبارة عن يعني فعلا فعلا شيطاني يعني سحر سحر كل الشعب الإسلامي يعني اللي تظلم بسبب محمد ربي بارك حياتكم برنامج رائع يعني أنا بتفرر عليكم دايما ربي بارك حياتكم وكل البرامج اللي بتقدموها برامج هدفة ورائعة ربنا بارك محب وربنا بارك أخويا مقدم البرنامج ورب البرد شكرا 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 العزيزة يعني الأخت ذكرت أنه في آية أخرى عن موضوع البغاء موجود إحنا ما ذكرت أنه هذا الموضوع وهذه المفردات هي لو نقيسها قياسات روحية هي لا تمت بصلة مع قداسة الله يعني أنا في يوم من الأيام ذكرك في الموضوع يعني أنا محواراتي كثيرة مع المسلمين أحد المسلمين صار حوار عنويا سألت سؤال وقلت لأرجوك أنه تجاوبني يعني قلت لأنت بعد الموت بعد ما أنت تأدي الزكاة وتصوم والصلي وتحج بيت الله وتعمل كل الأشياء المطلوبة من عندك وأعمالك جيدة وموازين أعمالك جيدة ورحت إلى الجنة اللي عندك وأنا مسيحي أهم أنا أروح للكنيسة ومؤمن يعني الأشياء اللي علي كفرض ديني أعملها ورح أروح للسماء أنت تعتقد أنت يا مسلم تعتقد أنه أنت إلهك قدوس وموجود في التسعة وتسعين اسم القدوس وأنا أؤمن أنه إلهي قدوس رح أنت تروح إلى جنة وأنا أتحدث مع المسلم أنت رح تروح إلى الجنة وهذه الجنة بإشراف من؟ بإشراف القدوس يعني القدوس ينظر ماذا ستفعل أنت في الجنة وما أفعل أنا في السمن اللي أنا أؤمن بها أنت رح تمارس أشياء جسدية ممارسة مع حور العين ممارسات جسدية رح تكون مع ولدان مخلدون ممارسات مريد ننطط بها يعني رح يكون عندك أنهور من الخمر تغرف وتشرب سكران وهذا تحت إشراف القدوس السؤال أما أنا عقيدتي أنت عقيدة تقول لك هذا الكلام أما أنا عقيدتي هناك في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون عقيدتي تقول لي هناك ماكو لزواج ولا هذا إحنا نصعد هناك بأساد ممجدة غير دنسة نعم فهذا رح نروح هناك ونرنم كالملائكة يعني شغلنا نرنم ونسبح الرب وبأساد ممجدة وما عدنا الشهوة أغروك بها أنه رح تمارس الأشياء الجسدية هناك فأنا أسأل أخويا المسلم قبل ما أطي المجال الأخويا محب يعني هل أنه تعتقد أنه الإله القدوس ينظر لهذه الأعمال التي تقوم بها في الجنة ويعني يرتاح هذا القدوس والقداسة تبتعد بعد كبير عن النجاسة يعني أكو بعد كبير واسع ما أكو مجال بين القداسة والنجاسة فهل تعتقد أنه هذا القدوس الذي تعتقد وتؤمن أنه أحد أسماء الله في قرآنك وفي عقيدتك يسمح بهذه الأمور أنا أضع الأمر أمامك أضع الأمر وأنت فكر أخويا المسلم اليوم إحنا جاينا هنا حتى نعرفك الحق حتى نعرفك ما هو الحق ما هو الإيمان الحقيقي الإيمان الاختباري التعامل مع الله العلاقة مع الله الحياة مع الله وليس وليس أنه إحنا نعمل واحد اثنين ثلاثة ونروح هناك وراها ونقتل نفسنا ونفجر نفسنا ونروح هناك حتى نتونس أو ناخذ وقت مع حور العين والولدان المولد المخلدون المولدون يلا أخو يا العزي اتفضل طيب عايز عايز أرد على سؤال كانت ترحه وسأله الأخ كريم من شوية والخاص بزمن الحمل أو مدة الحمل بعيسى طبعا بس عايز قبل ما أتكلم عن مدة الحمل بعيسى وإن طبعا كتاب مؤدس بيتكلم بالتفصيل بتكلم عن مدد محددة واضحة لكن محمد في قرآنه زي ما تقولكم كان واخب من البيئة المحيطة به واخب معلومات زي ما نشوف دقاء بعض المعلومات مثلا كان ممكن محمد يحطها ولهو ما حطهاش بالكتابة في القرآن حطها بالأحاديث والجماعة بيستندوا في أحاديثهم ويممكن وصلوها للنبي برضو قال ماذا كان ينتشر في تلك البيئة عن موضوع سجود ما في بطن مريم لا سجود ما في بطن أليسة بط اللي أختها مش عارف ولا خليق ولا خليتها احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت انه بيقولك ان زكريا ده يبقى جوز خالت مريم او جوز أختها ما تلاقيش في الإسلام حقيقة واضحة وضوح بيّن ليه لانه مجالس كتيرة وحكاو كتير زي ما كانت أحد احدى مشاركات بتتكلم مجالس كتيرة وحكايات كتيرة وروايات كتير وده آل وده حد تاني كلام تاني عكسه واحد كلام نص واحد كلام ربع حنشوف دلوقتي بيقول السدي بيقولك بإسناده عن الصحابة ماذا يقول ان مريم دخلت على أختها اللي يقصد بها أم يحيان أم زكريا أم يحنى فقالت لها أختها أشعرتي أني حامل أو أني حبلة أختها أخت مريم بتقول للمريم أنت حسيت أني حبلة فمريم ردت عليها وقالت لها إيه وشعرتي أيضا أني حبلة فاعتنقتها وقالت لها أم يحيان إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك وذلك يعني برهان على قوله القرآن اللي بيقول مصدقا بكلمة من الله وبيحاول ابن كسير احنا كنا بتكلم من شوية عرفتكم أن كل الكلام اللي بيجيبه ده من كتاب البداية ونهاية جزء الثاني لابن كسير بحال ابن كسير يجد يجد مخرج لحيز السجود ليه بطن ما في أليسابات أو أخت مريم أو خالتها يسجد لما في بطن مريم فيقول السجود هنا معناه الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام يعني خالت مريم أو أختها لما شفت مريم سلمت عليها باليد والتنين بيبي اللي في بطن الستتين دون سلموا على بعض برضو بس بالسجود الظاهر واحد مسيحي بقتها حكى لذول الناس المفسرين حكى لهم قصة بس نسوا أنه خالتها أختها فنقلوها على أساسي آه خالتها أو ختها يعني يعني زي القرعة هي خالتها اللي هي ختها ما رجعوا للأساس نعم كتاب المقدس وأنه هي موجودة أنه هي خالتها وبعدين يجي ابن كسير شكرا على الإضافة بيقول كده أبو القاسم قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالة ابن شكرين مازين وكان حملهما جميعا معا خطأ ابن شكرين خطأ فرق بينهم ستة شهور زي ما شوشنا في النص الكتاب نعم فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم أني أرى ما في بطني يسجده لما في بطنك أنا أتوقف عند حكاية الاستجود ده لكن الحاجة جميلة قوي قريتها برضه روي عن مجاهد أنه قالي الكلام ده مريم كانت بتحكي بتقول إيه إذا خلوته إذا خدت خلوة كده مع نفسي والحطة دي خلوة خالص خلي بالك إذا خلوته مع نفسي يعني ف وحدها في قعدة مثلا وحدها في البيت مثلا قعدة وحدها في الغيط مثلا قعدة وحدها في الحتة مثلا فبيبقى في حديث بينها وبين اللي بطنك بتكلموا ويكلمها لكن لو مثلا قامت اتحركت وراحت حتة فيها ناس الحديث دي انقطع نشوف الكلام ده أنا ماردة أعبر عن هاي النقطة لبطن ليزابيث لصابات ليزابيث هي يسجد لماذا في بطن ماريا إذن هنا اعتراف واضح ما فكروا المسلمين هو بيحاول أقولك زي ما ربنا أمر الملايكة بالسجود لآدم فده السجود معناها مش من أجل العبادة هو بيحاول كده يعني ما هو السجود لغير الله ما وجوده يعني يعني السجود هو من هو الذي يسجد له يعني الكلام ده هنشوفه دقتي في نص الكتابي نعم عشان نفهم حقيقة الموضوع نعم بس خلينا نكمل الحتة يقول كده مجاهد بيقول قلب مريم كنت إذا خلوته حدثني وكلمني ده اللي بطنه ماما ماما بيقول مين حبيبي إزايك إزايك ماما كده هو جوه هنا بيحصل بينهم حديث خبارك هي حبيبي أنا كويسة ماما كنت إذا خلوته حدثني وكلمني مش عارف إزاي هو جوه ليسه في الرحل وإذا كنت بين الناس سبح في بطني سبوح قدوس سبحان الله سبوح قدوس بيسبح ما أعتقدش سبح معناه يستحمى إنه سبح معناه يسبح شفت 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 عافش على رأي واحدة أختي تتسمى شيء بتقولك هم أو أخ تقريبا كي بيقولك هو البخاري كان بيولهم من الله مجاهد ده المعلومات دي جابها منين من هنا هنشوف دوقتي هنا بيقوله من النص الكتابي هنشوف بيقوله هنقرأ نقرأ تعالوا بينا نشوفوا نص الكتابي ونشوف حكاية السجود ونشوف الكلام كان مفروض محمد وإتباعه من الصحابة بدل ما يتداولوا كلام الأهاوي كان يرقع للنص خلا نقرأ ودخلت بيت زكريا أنت هيك توصل هذه النقطة أنجيل لوقا لوقا أربعين ودخلت بيت زكريا وسلمت علي اليصابات فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها هم على هذا الارتكاض قالوا سبح وصلى وسجد وهذا أخذوا يعني هم أضافوا إلى الموضوع يعني وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي سمرت بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه هم فهو ذا حين صار صوت سلامك في إذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني فطوبة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب حتى نربط المسألة هنا نهاية الآية التي تحدثت بها فطوبة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب لو نفتح أشعياء سبعة ماذا تقول كلمة الله في أشعياء سبعة اقرأها أشعياء سبعة حتى نعرف أنه العملية مرتبطة بتدبير إلهي بخطة الله في الخلاص تحدث عن لسان أشعياء في أشعياء سبعة وتحدث في هذا الموضوع واضح المعالم عن ما جاء في أشعياء سبعة عدد أربعتاشر يقول كده ولكن يعطيكم السيد نفسه آية نعم هل عذراء تحبن وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نويل هذا هو ما تنبأ به النبي أشعياء قبل المسيح بمئات السنين ثم هذه المطوبة الإصابات أيضا كان لها هذا الشرف أنها تتقابل مع المطوبة العذراء القديسة مريم ومعدين هي العذراء القديسة مريم يعني أخدت قرار أنها تروح تزور الإصابات فبمجرب ما الاتنين سلموا على بعض في جنين ارتقد ابتهاج وفرح طبعا أنا ما عرفش حكاية الجنين اللي ارتقد دي أعتقد الأخوات اللي هما سبق ليهم وخلفوا عيال يقدر يقولون يعني إيه جنين يرتقد أنا أعرف أني أحيانا ستات يقولك العيل بيخبط في بطنه بيعمل حركات كده بيهز جسمه بيقوله كده أنا ما كنتش حامل قبل كده لكن ده يعني فيه حاجة كده غريبة جوه الجسم بجوه الرحم بتحصل حصلت مع الإصابات فهي حست كده أن اللي بطنه ده الجنين اللي بطنه مش عادي بيعمل حركات كان عن ستة شهور على فكرة بيعمل حركات في الجسم كده غير عادية زي يفكرني بالأطفال الصغرين لما بيكونوا بيشوفوا بعض أطفال الصغرين أو مشوفوا بعض يهيسوا بقى فرحنين ويعودوا يمسكوا بعض كده طبعا مع فارق التشبيه فوجدت الإصابات ما في بطنها يركضوا مبتهجا وفرحا لما في بطن العذراء القديسة مريم وطبعا عذراء القديسة مريم لما راحت تزور الإصابات ما كانتش حكيت لها في تليفون أو طعم هتلها بقى تتلقىش رسالة في الفيسبوك ولا في الويسبر واسم ويسبر ولا اسم مش عارف وبعدين قلت لها اسكوتي ده أنا جاني الملاك لا هي راحت زور على الإصابات ومجرد ما تقابله مع بعض حصل اللي حصل فكانت النتيجة أنها صرخت بروح النبوة وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي أي بقى دي إيه الكلام ده حد تكلمها ظهر لها ملاك وقال لها الكلام ده لا لأن هي بتحكي عن فيه حاجة غريبة هي بمجرد ما تقابلت مع العدراء القديسة مريم وسلمت عليها حصل شيء غريب جواها فقالت لها هذه الكلمات فهو إذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبة يا بختك يا سعدك يا هناك للتي آمنت أن يتم مقيلة لها من قبل الرب يبقى يا سعد مريم القديسة العزراء مريم ولا يتعسيتها تقول يا ليتني ميت وكنت نسيا منسيا ولا ده ابتهاج وفرح يملأ البها عشان كده لما حدث هذا الحدث قالت هذه الكلمات مباشرة بعد هذا السلام وبعد هذه الكلمات النبوية اللي خرجت من فم الإصابات قالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بيه عظائي واسمه واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنذل الأعزاء عن الكراسي رفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها يبقى قعدت الحضر أخدسة مريم في بيت الأصابات كمان ثلاث شهور ثاني يعني كان وقت ولادة يحنى هذه القصة يا خرابي يا أيام السودة ياريتهم كانوا نسيوني ياريتني كنتمت بتروح بتتقابل مع الناس بكل ابتهاج ما شفت لهاش حتة بعيدة ما شفتش مكانا قصية تستخب فيه لا 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 ده هي كانت خطيبة يوسف هي كانت عايشة في كنف يوسف يوسف كان بيفكر يطلقها في السر لكن ملاك الرب ظهر لي فحتفص بها لم يجامعها لم يعاشرها لم يلتصق بها لغاية لما ولدت ابنها البكر وبعد ذلك لأنه مش محتاج يعمل كده فكانت النتيجة أنها كانت عايشة وسط الناس لا هربانة ولا ضيعانة ولا خايفة ولا متندمة ولا يأسة ولا تطلب الموت كل الحكاوي دي بتاعت الأهاوي ملهاش أساس في كتابنا المقدس ولا في كلمة الله الحياة الصادقة أمين عزيزي أشكرك على هذه التوضيحات ربي باركك أنا أخذ فاصل ونأكد ونذكر الأخوة المشاهدين أن الخطوط مفتوحة أرجو اتصال عدنا طلبات صلاة بعد البرنامج يعني بعد قبل ما ينتهي البرنامج نطلب من الأخ المبارك الأخ القس محب أنه يصلين ويرفع صلاة إحنا سجلنا طلباتكم وأطلب منكم أنه تشاركوننا في الحوار وفي الحديث حول هذه الأمور وخاصة أحبتنا أخوتنا حبايبنا ناسنا عشيرتنا أهلنا المسلمين نأخذ فاصل ونعود إليكم إلى مشاهدي قناة الآرامية ودرينيتي تشانل نود أن نواجه على يدكم النبرامجنا تبد على القمر الصناعي هات بيرد على التردد 1-2-1-1-1-Vertical شارك الآخرين عن كيفية مشاهدة برامجنا في أوروبا والشرق الأمصر لأي سؤال أو استفسار رجع الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة أو زيارة موقعنا على الإنترنت abnsat.com أو trinity channel أخواتنا المسلمين يعني يتوقفون عندها أرجو أنه إذا كان عندك شك في موضوع معين أو عندك رأي مغاير أو عندك توجه معين تريد توصلنا إحنا مستعدين نسمع ونجاوبك عليه إحنا وجود الأخ المبارك أخ محب بيناتنا يعني إحنا سعيدين جدا وماخذين بركة بوجوده عزيزي أخ محب أنا سألت قبل بس الوقت أدراكني وقد نفاصل مدة الحمل ماذا تحدثوا عن مدة حمل عيسى في القرآن هل اتفقوا المفسرين على لو اتفقوا مابوش علماء آه 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 لو اتفق المفسرين المسلمين في أمر ما يجبوا مش علماء أبدا إذا كان المسلم عالم فهو أولا لا يتفق مع أخ ثانيا فهو لا يعلم لازم ينهي كلامه بكلمة والله أعلم والله أعلم تواضع طيب خلنا نشوف حكاية سوزي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أخذ سوزي ناقل اتصال الفضلي انت على الهواء أخذ سوزي انت على الهواء أخذ سوزي انقطع الخط طيب إذن نعود بقى أنا وسهلا بسوزي رجع تاني اتصل بينا أهلا وسهلا بك لمدة الحمل نعم برضو طبعا حديث اختلاف العلماء نعمة أو بركة تذكرها رحمة رحمة اختلاف العلماء رحمة وبعدين المسلم في جميع الحالات بيأخذ حسنات نعم لو هو أصاب ليه أجرين أجرين ولو أخطأ لهو أجر عشان كده كلام كتير ما فيش مشاكل نعم انت تكره يكون عندك أجر أجر قول أي حاجة صح بكل حاجة خدت اتنين غلط خدت واحد مش مشكلة يعني ما فيش مشاكل عن مجاهد بقى ماذا يقول ابن كسير في كتابه البداية والنهاية يقول أيضا في الجزء الثاني عن مجاهد لا دا المراضي عن لا احنا على انا مش عارف هو هنا بيقول ما قال شي دي جايبه منين بس قبل من عواصول كان بيتكلم عن مجاهد في الحكاية لما إذا أنا خلوته حدث بيني وبين البطني اللي هو عيسى كلام وإذا رحنا وسط الناس يمتنع هذا الكلام ويبتدي يسبع خلينا نأخذ عادة أخي سوزي عادة أخي سوزي نأخذ اتصال من أخي سوزي تفضلي أخي سوزي سكري التلفزيون أو وطي ويحشو يانا بالتلفون أخي سوزي مساء الخير يا أخي كريم أهلاً وسهلاً أخي السوزي إننا يحليكو البرينامج حلوة وأنا عايزة أكل سؤال عايزة أكل سؤال قد الولدان المخلدون بيفسوا جفاة وأساور ضعون بيمرطوا كنس مع ستاة صور العين ولا مع رجالة ولا مع إيد الرب الولدان المخلدون الولدان المخلدون سي же السؤال عن الولدان المخلدون يطيفون عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس ممعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون نتجاوب عليه هذا أو لا؟ أنا بقولك يعني بصراحة خصوصي ربنا يبركك وخليكي لنا يعني إحنا كنا بنتكلم في البركة كده أنت تطلعين بره البركة خالص يعني إحنا كنا بره البركة شوية لكن كده هنبقى خالص يعني هنبقى على البحر يعني فما فيش زعني إحنا نطلع بره البركة اللي على البحر دي ومنه لله منه لله اللي مش بس يعني خلوا بعض الحكومات النهاردة في بعض الدول يدوا حل يدوا موافقة أو يدوا يعني كي يعتبروا الشذوس ده شيء طبيعي أنا قريت في كتاب اللي هو كتاب بتاع كاتبه كاتب كان كشك مش عارف مين كشك نعم خواطر مسلم حاجة زي كده كان اسمه خواطر مسلم أعتقد اسم الكتاب كده كانت منع من الأزهر وبعدين رجعه الرجل ده عام رفع قضية وكسب القضية وبعدين نزل الكتاب ده السوق أعتقد اسمه كده خواطر مسلم حاجة زي كده المهم الرجل ده يتكلم في الموضوع ده بالتفصيل حضرتك يرجع للكتاب حقيقة يعني الأخي تصير السؤال وإحنا يعني هو برنامجنا يعني المفردات المفردات الموجودة لو نتحدث بها حقيقة يعني نخرج من يعني إحنا إحنا مؤمنين نخرج من اللياقة نخرج من اللياقة يعني حقيقة لأن هاي أشياء يعني إذن المؤمن مقدسة إحنا أسادنا مقدسة مرشوشة بالدم مرشوشة بالدم يسوع المسيح فأذاننا عيوننا عدنا قداسة في تعاملاتنا في حياتنا لأن دم المسيح هو غسننا وطهرنا من كل إثم وروح القدس ساكن فينا فصدقيني مرات إحنا حتى يعني اسم وعنوان مفردات غير لائقة ذكرت في اللوحة المحفوظ هو عنوان الحلقة وهذا الموضوع هذا الموضوع يعني ردنا نخلي فاد مفردة أخرى لجيناها أقرب يعني يعني هاي نقدر نمكن يعني نعالجها يعني كتاب اسمه خواطر مسلم في المسألة الجنسية حضرتك لو دخلت عن نت أنا بشكر ربنا من أجل هذا الحج جوجل أيوة وكل الحجاج اللي هم مبتوع الانترنت بشكرهم بشكر ربنا كتير عشانهم لأن حضرتك سألت السؤال أنا عدت أفتكر فاكر فيه خواطر مسلم فكتبت خواطر مسلم طبعا تلعت لي النتائج لا حصرة لها في ثواني معدودة واكتشفت اسم الكتاب اللي أنا كنت ناسي الباقي أو كنت متناسي الباقي خواطر مسلم في المسألة الجنسية هتلاقي أنه الشخص المسلم اللي يعني يعني واخد على خطره أنه مش قادر يعمل الكلام ده في الأرض وعملوا مع حد أو فكر يعملوا الناس مسكوه بالجزم وبالنعال ضربوه زي ما جيه ربنا على الصورة ومش عارف لو حد منكم اللزاني يأتيانها منكم فمش عارف يعملوا إيه هزقوهم ولا ضربوهم بالجزم ولا حاجة زي كده مفسرين بيقولوا يعني تضربوهم بالنعال المهم فالناس ذولة اللي هم يعني كالنفسهم يعملوها ومش عارفين يعملوها في الأرض رب محمد الواسع الكريم القرآن الكريم أيوة الواسع واسع بالجامد يعني شاء وقبل وأراد أن يعوض هؤلاء المحرومين في الأرض فعمل لهم الولدان المخلدون وده مش كلامي ده كلام الكاتب بتاع الكتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية واللي يتمنع من السوق واللي الراجل رفع عضية على الأزهر وكسبها ونازلي كتاب تاني في السوق كفاية كده بقى في قلة البركة هلونا نرجع للبركة هلونا خلينا بالبركة الحمل بقى عن ابن عباس هلو بالك عن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر ابن عباس وعكرمة من اتنين تفقوا على ثمانية شهر قالوا أنه عيسى قعد في بطن أمه ثمان شهور لكن ابن كسير بيقوله ما عرفش جابه منين الكلام ده ما قاليش اسم المرجع ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر ابن كسير بيحاول يمشي مع العلم مع السيستم في الغالب ده كلامه هو في الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعنا لميقات حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر ابن كسير بيقولك هم تسعة جبتهم منين قالك ما هو لو ما كان غير كده كان اللح لكن حيث أن اللح سكت يبقى زي الطبيعي لكن ابن عباس وعكرمة ما سكتوش إزاي يعني إزاي يبقى زي خلق الله لازم يبقى مخالف لخلق الله هتخليك أربع سنين زي واحد صاحبنا قال لا مالكامي يا عم عكرمة وانت ابن عباس قال تمن شهور بس فنقصوه شواء معنا نعرف أن ابن ثمانية يموت ابن سبع يعيش وابن تسعة يعيش لكن ابن ثمانية يموت ده على أيام ما عرفش دلوقتي الأيام دي لا لا راح يخلونا بالخانجة كله بيعيش يخلونا مدة يعني كانوا نفس الجو في بطن أمه ويكمل التسعة تشهر ويطلع فكان ابن ثمانية طيب ابن عباس برضو تاني يخلي بالكم دول علماء دول بيسموهم إيه الكهان دول الأحبار بتوع الأمة المسلم مؤمة الإسلام ابن عباس بيقول إيه عن ابن عباس ما هو إلا أن حملت بيه فوضعته في الحال يعني عند ابن عباس رأيين أنه أنه هو اتولد بعد ثمان شهور في بطن أمه بطن ماريا بطن عمران وأنه في نفس التو واللحظة يعني كلمها جبريل وراح نفخ فيها أو فيه لأن هي مش فيها هي فيه التي أحصنت عضوها فنفخ فيه وطبعا المفسرين بيقولوا كلام برضو طلعنا بره البركة فمش عايزين نقوله فالنقطة دي يرجعوا للقرطبي وابتبروا وابن كسير والجلالين والجماعة دول وانتو تقروا الكلام الزبد اللي طلعكم بره البركة الصدق أخويا محب أنا في يوم في حوار مع مسلم حتى أقولك وكنت أتحدث عن المفردات السيئة في القرآن المفردات التي لا تليق كانت بنتها قاعدة قال لي لا تتحدثي لأن بنتي قاعدة يعني أحرق من بنته أحرق من بنته مش عايزك تقولك كلمات الألفاظ اللي في القرآن الدم بنته إذن كيف يعني ما أعرف كيف يقبلها المسلم كيف يقنع أنه هذا وهذا القرآن لازم تقرأ البنت والولد لا أبو كامان ده أنا مش بحكي لك المشكلة في كتب المفسرين فهو أفضع يعني المفسرين لما يقولك إزاي ليه كان لازم ينفخ جبريل عشان ما كنتش عايز أتكلم عشان شهوتها تهيك لأنه السائل ماء المرأة قال عليه ماء المرأة ماء المرأة ما ينزلش إلا إذا هاجت المرأة هاجت شهوتها وبعدين كمان المفسرين بيقولك إن مريم كانت خنثة كانت خنثة ليه كانت خنثة لأنه الجنين ده لازم يكون فيه زي ما قال لها يوسف ابن النجار تكلمنا في الحلقة اللي فاتت لما قال لها مش عارف بزر من شجرة من غير بزر وشجرة من غير مية مش عارف ولد من غير زكر فقالت له مش عارف إيه فعشان يحصل تكوين جنين لازم يكون المرأة دي عندها السائل الرجالي والسائل الحريم فالسائل الرجالي مش عارف كان موجود فيه فلما جبريل نفخ فيه عدوها كانت النتيجة أنه حصلت إصارة لها فنزلوا السائلين منها وعملوا لنا عيزة مريم الخنسة يعني إذا كان القرآن أساء لها بأنه حتى على لسانها كلمات قبيحة لا تليق والمفسرين زي ما هنشوف بعد شوية قالوا عليها كلام لا يليق كمان المفسرين وصلوا لدرجة أنهم خلوا الملاك يعمل معها فعل فاضح في الطريق هو كده كلام لا يليق وفعل فاضح في الطريق ليه لأنه هي كانت طبعا ما كانتش في بيتها ما كانتش في المسجد ما كانتش في المحراب لما كانت في الطريق ماشى في السكة وعمل معها هذا الفعل الفاضح أنه نفخ عشان يعني يخفف شوية المسئولية بعض المفسرين مؤدبين يقول لك نفخ في جبن في جبن في كمه نفخ في جبن في كمه بدت النفخة مشيت كده مشيت وبعدين مشيت وبعدين مشيت بتعدي كل الهدوم لغاية لما وصلت ليه الذي أحصنته أحصنت كذا عضوها بالوغة القرآن مش عيب أن نحن نقوله بس أنت حفظنا مش محتاجة ولا هلكم فلما أحصنت هذا العضو كانت النتيجة أن الملاك نفخ نفخ في العضو لكن المفسرين المؤدبين يقول لك نفخ في جيب كمه فمشيت كده واحدين قالك نفخ في بقه كل ده موجود هنا كمان معنا هنشوفه بعد شوية لكن التوقيت التالت بقى إذن ابن كسير بيقول لك 9 شهر ابن عباس في القول الأول بيقول لك 8 شهر ابن عباس في القول التاني بيقول لك في الحال في الحال في لحظة ما بسهف في قصدي نفخ في فمها أو نفخ في حتة تانية من إن ما نفخ نفخ أو ما نفخ كله حاجة تمام كله عشان كده قالوا لأ ما صحش إنه من هبا هنا أو من هبا هنا لهبا هنا لهبا هنا لهبا هنا ما نفعش يكون في الحال هما لإيه جيل من فسر التالت بقى أو الرابع لنا إيه قال بعضهم ابن كسير اللي بيقول حملت به 9 ساعات مسافة طبعا كم ميل كده على كم كيلو بتاع منما حصل حديث بسلا حصل عند الكوباية هنا أو عند المجة هنا والشجرة النخلة كانت هنا فمنما مش نوشت من هنا من هنا ل هنا تقابل معا هنا ونافخ هنا فمشت من هنا ل هنا فخده 9 ساعات تقريبا يعني ما كانش فيه ساعتها لا فيه ميكروباص ولا توك توك ولا حاجة مالكلان ده فخدت وقت بس أعتقد الساعات هما كانت توقيت يعني ما كانت يعني أعتقد الساعات جدت بعثها بس خلنا أخذ اتصال من أخ شمعون أخ شمعون تفضل تويانا على الأول السلام والمسيح معكم السلام ونحم وحبيبي أعليم الأستاذ كريم والأخ محب الله يبارك فيكم رب يباركك أخ شمعون أنا أبدأت في الموضوع على المطوبة العضراء مريم نعم أنا ما أعرف كيف هذا الرجل الرجل الصحراء العاري اللي أجا اللي أجا بنبوة ثلاث حجرات ثلاث حجرات كان عطول بجيبه حتى يستعملهم نعم كيف أجا بعد 1400 سنة سوري بعد 1400 سنة أجا تعدى على الكتاب المقدس وتعدى على الطوراء كتابين من أقوى كتابات الله وموثق الروح الخلس كيف هو أجا وغير كل كلامها وكل كلامه من أجل المطوبة العضراء يعني كل كلام كلام يعني ما بدخل العائد وبيحاول يعني يا ربي يا ربي تسمحني أنه يعريها ويخليها إنسانة بجوز زي عيشة بس هو كيف أقول لك كيف أنا ما بعرف هذو الإخوان المسلمين الله يخليهم كيف بيأمنوا بهالكلام اللي عم بيحكيه يعني كلام ما بيفوت العائد طب إحنا كيف كيف بيأمنوا فيه نما بقول أنه هو ظل في بطن أمه أربعة سنين يعني كل كل خرافات عندهم كل خرافات إشي ما بيفوت العائد وهذا كل أعمال شيطانية وهذا دين شيطاني وهذا زي ما قلت النبي تنبى وأجب نبوءة الثلاث حجراء شكرا لكم شكرا أخ شمعون شكرا 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 لبير باركك فعلا يعني مثل ما ذكر الأخ شمعون أنه هم لم يستوعبوا وإحنا يعني برنامج السابق برنامج تسالات تحدثنا عن هل استوعبوا هم ما قروا ما عرفوا ما عرفوا عقيدتنا هم مثل ما قال حكاوي في المقاهي موهيج كامل أهاوي أهاوي لا أهاوي حيث أنها بالعروف فصيح فجمعت عليهم قصص أساطير حتى كتبها أساطير الأولين أي فقصص جمعها ما ركز عليها ما رح أقراها ما رح بعث بها ما رح أتأمل بها حتى ينتصوره لا هو أخذ من هون وأخذ من هون وعمل له كوكتييل وهذه نتيجتها أنه ما بعدها ما بعد ما جاء كاتب القرآن بما جاء فيه القرآن جو آخرين كملوا المشوار بالتدليس والكذب والتبلي على إيماننا المسيحي وهذا ما غيب الكثيرين غيب الكثيرين ولحد هذه الساعة ولهذه اللحظة ملايين من الناس نحن نصلي من أجلهم نحن متألمين من أجلهم لأن سالكين ومارين وماشين في طريق مقرف أظلم وريدهم أن يعرفون ويبصرون في عيونهم وفي ضمائرهم وفي قلوبهم أنه من هو المسيح حتى يأخذونك رب ومخلص ويفهمون ما هو خطة الله وتدبير الله في خلاص البشرية نحن نريد نحن نقعد هنا ونتحدث عن أمور إسلاميات حتى نكشف أنه هذا هذا المعتقد الذي أنت ماشي به أخي المسلم هذا المعتقد غير ما الله أقره في قانونه في كتابه هذا عدنا قانون الله وكتاب الله هو هذا الإنجيل والتوراة وما موجود فيه كل ما ذكره وكل ما ذكره في الكتاب المخدس هو كلمة الله الموحى بها عدنا اتصال من أخ جورجيات فضل أخ جورجيات سلام ونعمة أخ كريم وأيضا الأخ العزيز محب أهلا وسهلا بيك أخ جورجيات إحنا نعرف واتناقلنا وقرينا وعرفنا أنه ماكو أمانة في نقل ما كتب في كتابنا المخدس نعم وما حدثت من أحداث حقيقية كلها مثبتة ومن الأهد القديم إلى الأهد الجديد الواحد يؤكد على الثاني فيما بعد ولكن هذا الكتاب الذي تعاقب الجميع أي واحد يجي ينسخ وثم يستحدث وينسخ ويستحدث إلى أن خلصوا القرآن الذي استحدث وجمع عثمان بن عفان الغاية كلها بهذا الكتاب أنه أولا ما بأمانة لم يكن أمانة في نقل ما تحدث وعن الكتاب المقدس وعن أي واحد حتى من الأنبياء في الأهد القديم والجديد كل ما هو مقصود أنه يردون يبعدون الناس عن هذا الإيمان لكي يكسبوهم أنهم وإحنا لمن قراءة هذه الكلمات عن يعني عن أمنا مريم الأذراء من يعني دا يوجع قلبنا من سماء هذه الكلمات الغير لائقة وحتى إذا تخدش أسماءنا فأنتأذم بسماءها أولا ليست حقيقية ثانيا إحنا إذا نريد نعرفهم خلي نقول لهم ونعلمهم بالحق ومن ننشر الغسيل الوسخ اللي هم حاطي من عيد نشره لأن رائحته كريهة جدا الرب الرب بارككم احشوا بالحق وحدثوا بالحق وحدثوا كم صنع الرب وكم فقد افتقد شعبه مريم القضاء القديسة هي الفرحة التي تغند ونشيدها سبع قلوبنا عندما قالت تعظم نفسي الرب وتبتهي جروحي بالله مخلصي على تنشيد خالد للأجيال الأجيال نعم الرب يوفقكم ويحميكم انشروا الحق ودعوا الغسيل للوسخ يتعفن في مكانه شكرا لكم الله يخليك الرب يبارك شكرا لجورجيت أنا عايزة أقول حاجة لأخت جورجيت عايزة أقول لها ولحضرتك برضو فضل أوه مش شنطة يعني جنبي يعني فسيبك لمش أسيبك وكمان للاحباء المشاهدين في كل مكان عايزة أقول لكم الحاجة أنا كنت زيكم بفتكر أنه زي ما الوقت قالت أنه نقل من الكتاب المقدس لا ياريته يا أخت جورجيت ياريته يا أخوان العزيز قلتها كانت أساطير الأولين ياريتها هي لو كانت أساطير الأولين كنت هتقرأ القصة زي ما هي على الساسي قنع جمعت وجاء الأساطير الأولين هي أساطير كان يأخذها زي ما هي ما يلعبش فيها مش هو يعني هو أصلا هو أععد زي ما قلنا أععد على الأهاوي وسامع الفتاوي وحكايات ألف ليلة وليلة وروايات شعبية من ضمن مثلا عندك حكاية الإسراء والمعراج بس مش وقته هل تبتكر الإسراء والمعراج ده حدثة حصلت ولا دي برضه كانت فتاوي أهاوي بتحكي عن واحد فارس ركب بشعرق إيه بجنحين وبعدين عيشة كانت بتحكيله في الأمور دي وبعد ما خلصت الحكاية قال لك طب أنا الياد ما ترش في الهوى هذا وأنا الياد ما ترش في الهوى طب مين شافك ما حد شاف مش لازم حد يشوف نعملها بالليل أو الناس نايمة ومكان يبدافع عادي سبحان الذي أسراء بعبديه ليلة عملها بالليل في الهوى شاشي وانت ما تدرشي وما فيش أي مشكلة خالص فهو هو ده اللي حصل يعني عندك حتى أمور هو نسبها لنفسه ملهاش أصل ما حصلتش ومش هتحصل وكلها حكايات ومعجزات ليلية ما يشوفها شغل هو زي حكاية جبريل باز بالضبط اللي كان بيطلع له ده مين شافه هو طب مين تاني شافه برضو هو طب حد كمان شافه آه هو لما راح لخديجة عشان يقول لها الحقيني دسريني غطيني دفيني ايه الحكاية أنا مش عارف ظهر لي حاجة منش عارف إذا كان ملك ولا إذا كان شيطان ولا إذا كان إيه بالضبط يا بيالدي عمي لما يجي لك بقول لي يا أبا حاضر يا أماتي لما يجي وبعدين فجأة جاله يما يما الحقيني يما خير يا ولدي في إيه جالت لها جاني يما جالك يا ولدي جالها جالها أيوة يما وبعدين انت عارفين طبعا الاختبار بتاع الوحي ده الموجود في كتب الصحيحة الإسلامية وكانت النتيجة يه كب summarize وتسأل سؤال في كل موقف بتعمله وتقول له أنت شايفو؟ يقول له أيوة شايفو يا أممي طب تعالي الناحية دي انت شايفو يا حبيبي أيوة شايفو يا أممي طب تعالي هنا يا بابا انت شايفو يا حبيبي أيوة شايفو يا أمم prove طب استنى لما أرفع الستر عن انت شايفو يا بابا لا يمايا مشي يمايا خلاص يا حبيبي يبقى ابشر يا والد العم ده ما هواش شيطان ده ملك هي شفته يا بابا؟ لا يا بابا هو بس اللي يشوف يا بابا هو بس اللي يطلع رحلة يا بابا هو بس اللي يركب الهوى يا بابا هو بس اللي يلف على طالع بين السماء والأرض وخمسين سالة لأ نخليهم اربعين لأ نخليهم تلاتين لأ نخليهم عشرين أو خب بقى بصل خمسك بين كل واحدة والتانية ويطلع ننزل لموسى يا حاج عملت ايه معاي يقول له ده أنا جاب عملت يابا قال له خمسة واربعا قال له خمسين سالة قال له خمسين سالة ده كلام يا يا عمي ده انا اتجربت الحكاية ده قبل منك مع اليهود وتعبوني طلع يابا خليه خفض لك قال له حاضر يابا طلع مين برا انا خش ايه الحكاية قال له انت عارف امتي بتاع قال له خلاص خمسة واربعين نزل تاني كل مرة ينزل على موسى مش مش عارف لي يعني ينزل على موسى ايه يابا عملت ايه خمسة واربعين يابا لا مش ده كتير يابا طلع اربعين يابا خمسة وتلاتين يابا تلاتين يابا لغاية لما اصطلب خمسة قال له اطلع كتر على الجماعة قال له يصدقني يابا انا احرشت ومكسوف وحوشي في الارض ومش جاتل قال له خلاص خير على ما اختاره الاله ليك هذه الاساطير دي اساطير من تأليفه اساطير ليلية يا ريتو كان اخد اساطير الاولين ما كانش وقعنا وقع المفسرين في الحيس بيس اللي هم مش عافين يطلعوا منه وخلك كلام المفسرين نعم من زي احوال خلف خلافه كده ليه ليه ما اخدش من كلام الاساطير او من كتب المقدسة لانه كان هيقول حقا زي بالزبط الكلام اللي هنشوف بعد شوية هم المجتمع الصحابة واللي ما عافش جايبينه من هاوي برضو قالوا كلام قالوا ايه بيقولك قال محمد ابن اسحاق وده اول واحد كتب سيرة النبي كتاب اسمه السيرة النبوية للمحمد ابن اسحاق وابن كثير بيقولك انه ده راجل ايه مدلس انا كنت فاكره بيقول عليه مدلس بس هو قلدغ مثلا فره بدلا ما يقول مدرس قالها مدلس صدقني يا ابن كثير انا مش عارف مين فيكم بالزبط المدلس ابن اسحاق المدلس ولا ابن هشام اللي خد عن ابن اسحاق وفرمط له بعض الحاجات وزبط له بعض الامور هو المدلس ولا حضرتك يا ابن كثير اللي كتبت السيرة النبوية برضو مدلس مين فيكم المدلس مين نخش نرجع للمدلس الاولاني قال محمد ابن اسحاق مدلس اول لغة عربية ماذا قال شاعة واشتهرة شاعة واشتهرة في بني اسرائيل انها حامل منين وانت كتابك بيقول او قرآنك بيقول انها حملته فانتبذت به مكانا قصية ولما رجعت بالسلامة رجع معاها البيت وبيقول لك هنا ابن كثير برضو انهم لما غابت عليهم البيت راحت فين يا البيت راحت فين يا ابو وانتبت بالسلامة جهدت وانتبه يقول لها مريم تبعت يما مريم تبعت يما مرجعتش يما قلت له ما عرفش يا اخويا ما شفتها لك اش محتلتكش يما وانتبع مين يا اخويا اللي جاتني مريم يما محتلتك لا لها محتلتكش يا اخويا الكلام دة هنشوف بعد شوية انا مش بقالف هلا بالك انا صحيح بعمل سيناريو للحوار المكتوب لكن انا مش بقالف فكانت النتيجة ان رجال انشغلوا عليها بالجامد وخابوا بعد منهم وراحوا يشوفوها فلما راحوا يشوفوها لجوها مسكة فيها عيد يقول لها ايه اللي عملته يا يا اختهرون ايه اللي عملته ما ابوكي ما كانش ولما كانت ولا ولا بينما النص التوراة بالنص الاسف اللوحي بيقول ايه بيقول ان هي لما يقول لك ايه فحملته فانتبثت به مكانا قصية فاجع المخضر الجزء ان اخلقت ليتاني مته قبل اذا وكنت نسها منسية فنادها من تحتها لا تحزاني كذا 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 فقولي واشربي وقرعينا فاما ترينا من البشر احدا فقولي اني نداته للرحمن فاتت به قومها اتت به قومها تحمله مش قومها اللي دور عليها وده كان دبرت بيقوله ابن كسير يمفيه مفسرين قالوا ان هم راحوا يدور عليها ايه المهم فميقول لك شاع واشطهر في بني اسرائيل انها حامل منين وهم اساسا ما شافوهاش ولا عارفوش عن حاجة والبيت ضاعة فما دخل على اهل بيت ما دخل على البيت زكريا كانت مصيبة بصراحة زي البيت ضاعة بيت ضاعة وشرفها ضاعة ده مين ده؟ ده كلام محمد بن اسحاق ابن كسير يقوله في الجزء التاني صفحة 79 قال ابن كسير واتهمها بعد الزنادقة قال لي بالكم من اللي بيشوه صورة مريم؟ مش اليهود احنا اتفعنا من شوية وشفنا من نص الكتابي ان لو اليهود شكوا للاحظة كانوا رجموه لكن هنا اللي عامل الهيسد يعني اللي اساء إليها وحب يصلح الاساءة هم الصحابة ومحمد والعصابة واتهمها بعد الزنادقة بيوسف يعرفين مين يفاكرين يوسف يوسف ابن يعقوب النجار بعد الزنادقة مش عارف مين بالضبط الزنادقة دولي قالوا ايه؟ قالوا ان البيت تسكت مش البيت مريم بيت عمران سكوتي يا أختي ايه الحكاية؟ عارف الواد يوسف اللي قعب معها في المسجد اهو الذي كان يتعبط معها في المسجد يو 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 قادي يختلع الشيوخ واللي بيطلع من الشيوخ تقولش الشيخ أنيس بتاع بتاع بابا مش عارفة بتاع فين اللي زبطوه مع البيت في العربية اللي كان عيده مجل الشعب سابق ها؟ توقع كان فيه شيخ أنيس قبل كده اسمه الشيخ يوسف اهو الشيخ يوسف بتعبط مع مريم في المسجد وبعدين زبطوه في الحتة مش عمل العمايل وعملها في البيت والبيت باجت حامل وتوارت عنهم مريم توارت أما باجت حامل من الواد يوسف البيت رحت فين؟ البيت اختفت يا أولاد يا ولداء هنادي فين يا ولداء؟ مريم فين يا ولداء؟ مريم ضاعت يا ولداء خدها البو مش عارفة لسوه ولا مين عمل فيها الواد يوسف البدع وضيعها وهي لما سمعت مريم من كناندا رحت عملت ايه؟ وتوارت عنهم مريم وتوارت عن الأنظار واعتزلتهم وانتبزت مكانا قصية شفت بقى تفسير المكانا قصية اللي خلاه مشي بعيد مشت هربت رحت فين هنادي؟ نكمل بعض الفاصل صح؟ ناخد فاصل ناخد فاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين عزيزي المشاهد إذا كنت ترغب بدعم الآرامية عن طريق جهاز الآيفون أو الآيباد ما عليك سوى الذهاب على كلمة دونيت وسوف تظهر لك قائمة بكيفية التبرع من خلال الآيفون والآيباد إذا كنت تحتاج إلى مساعدة أو أي استفساد اتصل برقم الآرامية 248-416-1300 أعزائي المشاهدين عودة أخرى عودة أخيرة للجزء الأخير من برنامجنا لهذا اليوم أنا أشكر الرب من أجل أنه اليوم بينا بعض النقاط وكثير من النقاط بيناها وحصلنا على وقت يعني أنه نبين هذه الأمور وما طرحه الأخ محب بسيناريو جميل جدا أنا عجبني هذا السيناريو وكأنه أكسورة وهو رسم لها السيناريو ووضحها حتى يوصلها في اللهجة الصعيدية المحببة إلى قلبي حقيقة عزائي المشاهدين حقيقة إحنا ريد يعني ريد تتصلون ريد أنه تأخذون معانا وتعطون أنا كثير من الأخوة المشاهدين يقول يطلعون يعيدوننا البرنامج يا أخي هسا لايف اتصل علينا باللايف يعيدون البرنامج يتصلون بالمحطة بعد إعادة البرنامج أنه هذا البرنامج لايف هذا البرنامج مباشر لا هو هسا حاليا مباشر اتصلوا بينا حتى نأخذوا ونعطوا إياكم وبالأخص أخوتنا وحبائبنا المسلمين اللي دنوضحنهم الصورة دنوضحهم كم من عدم اللياقة في الحديث في الأمور التي ذكرها كاتب القرآن عديمة اللياقة عديمة الزوق الزوق العام الزوق الأخلاقي الزوق الإنساني الزوق الاعتباري الزوق الأدبي نحن ملزمين أن نكون في هذا المستوى وصدقوني نحن لو نخرج من هذا القرآن الكلمات كلمات يعني ما نقدر نتحدث عنها بأكثر من ما نتقول لا تليق نقدر نقول لا تليق كلمات وأفعال لأخذ ذكرة الولدان المخلدون يعني لو تعرفون التفاسير ما كتبت عن الولدان المخلدون لو تعرفون عن ماذا كتبوا عن حور العين اللي هسا الشباب يوميا أخذوا هذا الأمر ويوميا يفجرون في السوم وده يلحقون عالسريع الحور العين لأنا خاف يعني قص يعني قلن العدد يعني قال لي 73 حورية يعني لازم أنت 72 و 73 72 72 سوري حتى غلطنا بالحساب طيب خلينا أرجع معك للنخلة يلا النخلة خلنا نتعدد عن النخلة أنا بصراحة عايز أتكلم عن النخلة هنا نرجع للنخلة والآه الكريمة رقم 23 من سورة مريم فناداها من تحتها سوري 23 فأجاءها المخاط إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا طبعاً لما نرجع للكتب بتاعتنا المقدسة هنا نلاقيها يعني آسف يعني بنت ضاعة بنت صاعة بنت ما لقيتش حد يربيها بنت لو أختها طخها أيها سدجوني بالطبنجة ده النص القرآني اللي أكرمها خلي بالكم القرآن ده بيقولك إنه هو كتب الكرام ده عشان يردلها كرامتها يا راجل تشوهها وتقول لي تردلها كرامتها طب يرجع للنص الأصلي يرجع للكلام المكتوب في كلمة الله أولاً لما ولدت وبيحاول ابن كسر ومفسرين يرجعوا للكتاب مقدس ويقولك المكان اللي ولدت فيه كان بيت لحن يا عمي بيت لحم مين أتما لك إتاو مال بيت لحم إنتوا عص嚣 خليك إتا في النخلة خليك يابا في النخلة وبعدين كانت فردانية الله يعونها باليد الله يعينها بيد يعونها ولا يعينها الله يعونها ويعينها تحت النخلة باجها يعيني وحدنية وساعة ولادة وبكر بنت بكر شابة بنت بنوت أول مرة تولت ما كانتش عمدها كبرة في الولادة هنا يبقى للك من خلال كاتب القرآن ومن خلال المفسرين أنها لها علاقة بالإيمان ابنية بغية يعني ما هو بينهي عنها البغة بس كل المكتوب ده معناها بغة يا بغة ما أنا واحدة يبين لك أنه هي إنسانة يعني ده لما واحدة بتقتصف في بلدنا لكن خلنقرأ ماذا تحدثت مريم في الكتاب المقدس خلنقرأ ماذا تحدث مريم عدها قراءة تفصيلية على المكتوب في العهد القديم الفكر الليهودي كانت تلمذ كانت تعرف الكتاب وكانت تعرف العهد القديم وكانت تعرف خطة الله وأنه الله سيرسر يعني رح يرسل ابنه حتى يخلص البشرية ويخلص الناس خلنقرأ ما مكتوب أنه هاي القراءة قراءة مريم بالكتاب المقدس هل هي نفس القراءة اللي يتحدثوا عنها أو هي نفس هذه الأفكار نقلتها تقول كلمة الله فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بإله 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 مخلصي لأنه نظر إلي إلى التضاعمته هنا التضاعم متضع المرأة فهذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس هنا اعتراف وتعرف أنه اسمه قدوس لأن الملاك قال عنها المولود القدوس المولود منك يدعى ابن الله قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه هنا رسالة هنا مبشرة هي هنا تبشر بالمسيح تبشر تحدث عن أنه رحمة المسيح إلى جيل الأجيال الذين يتقونه الذين يؤمنون به الذين يعرفونه وكل الذين قبلوه وعطوهم سلطانا أنه يكون أولاد الله أي المؤمنين باسمه صنع قوة بذراعه كان ذراع الرب قوية وقادرة أن تصنع قوة شتت المستكبرين بفكر قلوبهم كان يبكت الرب يسوع المسيح يبكت ذول المستكبرين من جو فكره أنه كان متكي مع الخطات قال له هذا شنو يعني يتكي يقول عن نفسه نبي أو كذا فحاججهم بأفكار هم قبل ما يتحدثون يعني هم قبل ما يتحدثون فهم ما يفكرون به وهي موجودة عندنا بالكتاب المقدس هنا ذكرت مريم العذراء المطوبة ذكرت ما هي القدرة هذا القدوس اللي رح تحمله شنو أمكانيته أنه هو الله الظاهر في الجسد نعم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين الله رفع المتضعين طوبهم في متة خمسة تطويبات طوبة للمساكين بالروح طوبة لنقاء القلب طوبة طوبة طوبهم فرفحهم رفع روحية أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين أشبع يعني تحدثت بحدث لم يحدث مريم العذراء لأن كانت تقرأ العهد القديم وتفهم العهد القديم فهم صحيح وصرفت الإيمان ما لتتصريف صحيح تحدثت عن العهد القديم وما تحدث عنه أنبياء اليهود كل أنبياء اليهود تحدثت هنا تحدثت عن المستقبل هنا تحدثت عن المستقبل أشبع الجياع بعدما ما صارت هذه موضوع يعني من جمعة خمس تالاف يعني عائلة خمس تالاف عائلة سبع تالاف سبع تالاف عائلة وهذا بعدما ما حدث فهي قالت أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين الغني من إجاة قال لأصرف كل مالك وتعال اتبعني هنا أحداث لم تحدث لكن لأن النبوآت قرتها وهي عارفة بالنبوآت مريم العذراء عارفة بالنبوآت كانت تقرأ العهد القديم كانت تقرأ في الهيكل كانت تتلمث تعرف خطة الله فكانت تتحدث عنه عضد إسرائيل الفتاة ليذكر رحمته كما كلم آبانا لإبراهيم ونسله إلى الأبد ف وبعبراني يقول بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا اليوم بيسوع المسيح هنا تحدثت عن اليوم رح يتكلم عن يسوع المسيح الإله المخلص فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة شهور ثم رجعت إلى بيتها سالمة غانمة ما خايف ما خايف لا من اليهود ولا من عارفة هي إنسانة قبلة عطية الله قبلة البركة وتباركة ونحن نعتبرها مطوة مباركة قديسة وننقل الحديث إلى الأخ حتى أنا حتى أوضح لكم ما جاء في هذه الكتب التي فيها من التقليل شأن المطوة والمباركة وماذا تحدث الكتاب المقدس لو قرأوا هؤلاء المفسرين وقرأ كاتب القرآن هذه الأشياء لكان انطه اعتباره عقيقي ونقل نقل صحيح ما جاء في الكتاب المقدس الموحى به من الله اليوم رح نتحدث بعد هذا الموضوع نتحدث عن النخلة نعم أنا عايز أكمل كلامي في النخلة نعم مش كلامي أنا كلامي ابن كسير نعم يقول وقوله فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة أي فألجأها واضطرها الطلق اللي هو المخاض إلى جزع النخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به اللي بقى لك من الكلام ده بتاع الحبايب عن أنس مرفوعا مرفوعا يعني تقريبا وصل للنبي صح كده كلمة مرفوعا نعم طيب والبيهقي بإسناد وصححه عن شداد ابن أوس مرفوعا أيضا نعم يعني وصل يعني السنة دا إلى النبي نعم المكان بقى بتاع جزع النخلة فين خلوه بيت لحم يعني كل الهصة دي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان متأكد متسند مرفوع مش عارف مين أن بيت لحم بيت لحم فيه نخلة أه طيب لما كانت بيت لحم كانت وحدها ألا كان معها يوسف كان معها في الكتاب القدس كان معها يوسف مش كده برضه بس معيدهم لا لما أمر الملك لا معايش خلية نشوف حتى دي ميكتاب مواجز وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة في إنجيل لقع صحة 2 وهذا الكتاب الأول جرى إسكانا كيرينيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشرته ليكتتب مع مريم امرأته مش بيت صايعة مش بيت ضايعة مش فين أم مايا فين مريم يا أم مايا مش عارفة يا ولدا لا كانت مع يوسف زوجها مع امرأته مريم المخطوبة وهي حبلة وزي ما عرفنا الحبل بتاعها كان من الروح القدس لكن لا بنفخة ولا بحاجة تاني وبينما هما هناك تمت أيامها لتالب فولدت ابناها البكر وقمطته وأتجعته في المزود إذ لم يكن لهم موضع في المنزل كانت فردانية البتة كانت ضايعة صايعة مشها كده على هواها مش عايفينها يفين من دور عليها لا كانت مع جوزة كانت مع رجلها كانت مع يوسف وكانت وكانوا نزلين في فندق ما فيش مكان في الفندق فكانت النتيجة أنه زحمة بقى الناس بجيين عشان يكتتبوا زي الانتخابات ما بتحصل بس الانتخابات الانتخابات اللي همدي الفاضي مش عارف ليه فكانت النتيجة إيه إنه زحمة ما فيش مكان فأضطروا إنه هو أي حتة يقعد فيها فقعد في المكان اللي فيه البقر وكانت النتيجة إنه ولد في مزوى البقر زي ست اللي بيقول لك واحد يست ولدت قري من كم ساعة فاتت ولدت عندنا في المترو في حلوان دي ما كانش فيه مستشفيات تولد فيها ما كانش فيه بيوت تولد فيها لا جاءتها هذه الساعة وهي في هذا المكان وما يحووش يروح فين ولدت في المترو إيه المشكلة جاءت هذه الساعة وهي في هذا المكان وما كانش فيه مكان يعني يكونوا فيه ما كانش فيه فندق أو بيت أو منزل فكاية النتيجة إنها جاءت ولدت في المكان ده أنهي نخلة بقى نرجع بتاع النخلة يبقى ابن كسير والشلة عايزين ورافعينه للكبير بتاعهم عايزين يوصلوا بالمكان لبيت لهم عايزين يوفقوا ما بين الكلام اللي هما سمعينه في الإههاوي عن إن المسيح تولدت بين اللحم وبين الكلام اللي موجود فيه اللوح قالت يا لأيتاني ميته قبل هذا وكنت نسيا منس طبعا مش وحيدة ما فيش حد معها بقى ولا يقنسها ولا يمسك بإيديها ولا الحمد لله على السلام يا بنت ربنا ياخد بيدك يا ربنا يخفف أوجعك يخطئ ما فيش حد اللي بيدعي ولا بيعمل ولا فيه حاجة تنزل ولا حاجة تطلع ولا حاجة بدل فبقى موت يا لأيتاني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية فيه دليل بقى اسمع بقى فيه دليل الجواز تمني الموت عند الفتن فخلوا حط القرآن على اللسان عزيزي القديسة مريم أمنية الموت على اعتبرناها مفتتنة طبعا هذا كلام لا يليق وذلك أنها علمت أن الناس يتهموها يتهمونها يعني قال لا خلاص جات ساعة الاتهام جات ساعة أننا همسك فيه دعايل والناس حتى هتمسك سرتي يا أم مايا الناس هتضيعني يا أم مايا يا لتني كنت موت يا أم مايا شفت بقى حكاية دي جابها منين كل ما بتقرب ساعة بلدها كل ما بتحس أنه خلاص العاملة بتاعتها السوداء علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يديها أو على يديها مع الناس كانت عندهم من العابدات في الأخت التقية الكبيرة بتاعت ربنا جايب عايل يا أخويا الناس كانت نسكة يا حبيبي المجاورات في المسجد كانت قاعدة كل اليوم في المسجد يا أخويا المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن بيت النبوة والديانة عشان كده كل ما تعرف أنا من بيت النبوة خشوا لهم معي لإزاي ياريتني كنت موت يا أما ياريتني كان اليوم ده تنسى ولا تولدتش يا أما طيب ده إيه ده ده الكلام الذي يوضع على لسان عزراء قدسة مرهم عشان يطهرها عشان أصد يحسن صورتها في المجتمع اللي هي عايشة فيها طيب شكرين وتشكرين جدا فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت نسيا منسية أي لم تخلق الكلية يعني أمها يا أيتها ما كانت ولدتها كانت ماتت قبل ما تتولد تعالوا بقى نشوف النبي في حديث منسوب إليه برضو في الكتاب بتاع ابن كسير البداية ونهاء جزء الثاني صفحة 80 يقول وقالها ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مصرور ابن سعيد التأت التميمي حدثنا عبد الرحمن ابن عمر الأنصاري عن عروة ابن رويم عن علي ابن أبي طالب قال ماذا قال علي ابن أبي طالب عن رسول الله قال ماذا قال اكرموا عمتكم النخلة كل واحد يمشي في الشغل يلاقي نخلة ياخدها بالحض ويبوسها أصلها عمته فإنها خلقت من طين خلقت من الطين نخلة الذي خلق منه آدم يعني نفس الطين اللي ربنا خد سحب منها عمل منها آدم كانوا أخد قبل منها سحبة عمل منها النخلة عشان كده ايه اخته اخته في الميلاد يعني اخته في الطين فلما تشوفوا عمتكم النخلة اكرموها اكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر شيء يلقح غيرها شفت ازاي سبحان الله عشان تعرف انها عمتك انا رح اسندها هاي اسندها حبيب اسندها هاي بالكتاب المقدس اسندها التكوين واحد والعدد دعش وقال الله لتثبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا دو ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزرة فيه على الأرض وكان كذلك فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه وراء الله ذلك انه حسن وكان مساء وكان صباحا يوما ثالثا هذا الموضوع حتى موضوع الخلق الشجر الحيوانات خلقت على أجناسها الأشجار خلقت على أجناسها كيف أنه يربط يعني أنا توقفت عدة ورجعت للتكوين حتى أبين أنه حتى مفاهيمهم للخلق هي غير صحيحة ما أتخذتش من نفس الطينة بتاعت آدم لا لا ما الحلقة هذا موضوع مؤخر يعني ليش عمتي يعني لا لا ولا حمتك ولا حاجة كنت فكرها عمتي كنت تناول أوه مطلع بره في الشرع لا نخلة أخذها بالحضن عمتي إزايك أرجع مرة تانية لموضوع اللي نداها بقى أعرفش وقتنا تقريبا قرب يخلص لكن هحاول على قد ما أقدر نشوف يعني عندنا صلاة حتى في صلاة أي عندنا صلاة مجموعة من العوائل طيب يبقى خلينا بقى خلينا بقى نقف عند عمتنا النخلة وأرجوكم تأكدوا يعني حاولوا تعملوا اسمه دي إن إيه اللي هو بتاع العامل الوراسي ده نعم العامل الوراسي كل واحد تشوف نخلة يعمل معها دي إن إيه ممكن تطلع عمتي نحن بيناها الكتاب المقدس صادق صادق بكلامه وصادق وكلمته صادقة وإلى الأبد وأزلية وصادقة بس في حاجة ممكن أولها على النخلة نعم فضل هي لما كانت لما كانت مريم شابة في المسجد وعابدة ناسكة زاهدة عاملة كان يجيبولها ربها كان يبعث لها الأكل والشرب نعم الأولى أن ربها يبعث لها الأكل والشرب لما كانت شابة بقوتها بنظرتها لا حملة ولا ولادها ولا رضاعة ها الأولى أنه يجيب لها الأكل والشرب والفراخ المستوية والبط ويجيبولها محمس وهي شابة كده وتقولها في المحراب في المسجد ولا يجيبولها جنب النخلة هل معقولة يا جدعان رب العزة والجلالة الواسع في كل حاجة ها هل معقولة يكرمها وهي في المحراب يجد عندها رزقة ويقولها من أين لك هذا زي ما قال سأنا الأستاذات الجماعة اللي يسيروا البلد من أين لك هذا فترد عليه وتقوله أنه ده يعني من عند السنة مش يفالكم النص عشان لما نختم لما نختم صح كلما دخل زكريا على المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله يهتم بها وهي شابة وعندها قوة وتقدر تشتغل وتقدر تعمل كل حاجة وتعمل الأكل وتقطع الملوخية وتقمع البامية يبعت لها الأكل لغاية عندها ولما تبقى حامل وبتولد وولد والطلق وصراخ وبكى وصراخ ووحدانية يقول لها أمي هزي عمتك ينفع الكلام ده طبعا كله غير ينفع وهذا كله من التدليس وكل ما جاء فيه عبارة عن كلمات عبارة عن منطق غير يعني أصلا الكلمات غير منطقية ومفهوم غير منطقي لكن خلينا هسا ندخل إلى عرش النعمة ونخرج من هذه الدائرة حتى ننقي أنفسنا ونخرج من دائرة هذه المفردات التي ذكرت المفردات التي لا تليق كمؤمنين بنا لكن عدنا صلاة أخي العزيز الأخ محب صلاة من أجل الأخت أكمز ومن أجل عائلتها في لبنان وعدنا صلاة أخرى من أجل الأخت فيفيان ومن أجل زوجها وعائلتها أن يتقربوا إلى الرب ومن أجل ابنها أكمز والأخت فيفيان ومن أجل زوجها وعائلتها أن يقتربوا إلى الرب ومن أجل ابنها جيمس أن يخلص دراسته رفعنا بكلمة الصلاة حبيبي حتى نخرج من هذه الدارة وندخل إلى المحظر الإلهي إلى حيث الراحة وحيث الهدوء وحيث السكينة الروحية نحن بالصلاة ندخل إلى محظر الرب ونتعزى ونعرف ما هو إلهنا وما هي قدرات إلهنا وقوة إلهنا في تغيير النفوس ونصلي من أجل كل المشاهدين أن الشاهدون واللي ما اتصلوا بنا واتصلوا بنا أن يعرفون الحق والحق يحررهم تفضل أخوة العزيز يا صاحب الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك راجع لحدنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا رب أنا أشكرك لأنك أنت الحب يا رب أنت بالحب الغني أوجدتنا وبذات الحب أيضا أحييتنا عندما أسلمت فاشتريتنا وكل نفس يا رب كانت موثوقة مقيدة كل نفس يا رب كانت في ظلال الموت تعيش وتنتظر نهاية مظلمة أضقت إليها بوجه شخص ربا يسوع المسيح الذي إذ أحبا وضع نفسه حتى الموت موت صريب وقام منتصرا لكي يعطي كل من يؤمن به نصرة حقيقية يا رب أنا أشكرك لأنك نهاردة تقدر تتلامس مع شعبك في كل مكان ويا رب بأخص بذكر الأخت أكنز والأخت في فيان كل واحدة منهم رب لها تلبطها الخاصة بأسرتها وخاصة بأولادها وخاصة بحياتها نعم يا رب إحنا وثقين أنك أنت تقدر تلمسهم وتتمجد في حياتهم وتعلم مجدك فيهم يا سيد كما أيضا أصال من أجل رب أخوات المسلمين اللي رب عاشوا سنين وورسوا عن أجددهم يا رب معلومات وأفكار ليست فقط يا رب لا تليق بطهرتك وقدستك ولا أيضا يا رب بشعبك المقدس ولا بيا رب جسدك الطاهر الكنيسة اللي أنت اخترتها تكون جسدك نعم يا رب إحنا بنصال أن تطاهر يا رب إذهان إخوتنا ويا رب تقودهم إلى معرفة الحق يا رب تقودهم إلى معرفة الكتاب المقدس بدل ما بيعتمدوا على كلام الناس وأفكار الناس وفتاوي الأهاوي يا رب يرجعوا مرة تانية يشوفوا المكتوب يتعلموا منك والتنير يا رب أزهنهم فتجذبهم إليك فيصيروا يا رب ملكك ويأتيك مجد في حياتهم أنا مش قولك من أجل أخواتك كريم من أجل القناة من أجل كل الشخص رب أقمته على هذه الخدمة وأسق أنك تسمع وتستقيب أبان المصال في اسم رب يا صلى مسيح وشفاعة روح القدس ليك الكرامة وليك كل المجل آمين الرب يباركك أخويا العزيز نشكرك أعزائي المشاهدين في نهاية البرنامج نشكر الأخ العزيز المحب الحبيب المحب وهو محب فعلا نشكر رب عليه وعلى ما قدمنا في هذا اليوم على أمل لقابكم كل يوم أربعاء الساعة الثانية بعد الظهر في برنامج تساؤلات ويكون لنا فرصة أخرى وحديث آخر عن مواضيع أخرى والرب يبارككم ونشكر حسن مشاهدتكم للبرنامج وشكرا جزيلا معكم خادم الرب أخوكم كريم اشتركوا في القناة